موسيقى هياكم الله مشاهدين الكرام و أسعد الله أوقاتكم عناوين متعددة في الصحافة المحلية و العربية و العالمية و متنوعة لكن الأبرز فيها في المحلية خبرين مهمين هم كورونا و رواتب الموضفين بعد الفاصل مشاهدين موسيقى نبدأ أولى الصحف كما تعودنا من صحفة الصباح حيث طالعتنا صحفة الصباح من خبر ناقشنا مع النيابية و ناقشنا مع رئيس الوزراء الكاظمي تسخير جهود الوزارات لصالح الصحة و الكاظمي الأزمة الحالية ساحة لمواجهة سوء الإدارة و الفساد أيضا الكعبي يحث على دهم المنتجات المحلية و تجيع الكفاءات نذهب إلى خبر آخر وهو محافظة بغداد تمنح الوحدات الإدارية صلاحيات تحديد سعر الأمبير و أيضا وزير العمل زيادة نسبة الفقر في العراق من 22 إلى 34% في البلاد و عز ذلك إلى جائحة كورونا و انخفاض أسعار النفط و أيضا بإخبار النفط نستمر أن نفط خزين كبير من مختلف المشتقات بالمستودعات حيث وكدت على استمرار عمل محطات التعبئة خلال الحضر هذا أهم ما جاءت فيه صحيفة الصباح من عنوين محلية نترك الصباح و نذهب إلى صحيفة الزوران و نشاهد أهم ما جاء فيها من أخبار أهمية تكامل الجهود بين الحكومة و البرلمان في مواجهة كورونا و الكاظمي يجمع الحجد الشعبي و جهاز مكافحة الارهاب على طاولة واحدة لإطفاء الفتنة أيضا من ضمن الأخبار في صحيفة الزوراء دولة القانون تشكيل التحالفات في ظل الظرف الراهن هدفه الحصول على مكاسب الحكومة و الحكمة يكشف للزوراء عن ثمانية أهداف وراء تشكيل تحالف عراقيون و يؤكد انضمام أربعين نائبا إليه في الزوراء أيضا كردستان تعلن استعدادها لتسليم إيرادات النفط إلى بغداد و إنهاء التكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية و مدير مصرف الرشيد من مهامه عنوين متعددة في الزوراء نذهب إلى نفذت أربع تجارب في بغداد و البصرة و الأنبار و أربيل للوقوف على التحديات التخطيط تكشف للزوراء استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان و تؤكد الاستعانة بكوادر التربية في تنفيذه أخيرا في صحيفة الزوراء الوباء التاجي يصيب أكثر من عشرة ملايين إنسان و يودي بحياتي أكثر من نصف مليون آخرين نذهب إلى صحيفة أخرى وهي الصباح الجديد حيث طالعتنا اللجنة المالية النيابية رواتب الموظفين تأخرت جراء تحويل العملة الصعبة إلى محلية و ليس لصرفها كل أربعين يوما و أيضا كتلة الجيل الجديد في أبرلمان كوردستان تتخلى عن رواتبها التقاعدية أيضا من أهم الأخبار في صحيفة الصباح فتح ممر جوي ثالث من جنوبي البلاد إلى شماله و البرلمان شركات الهاتف النقال مدينة للحكومة بمئة مليار دينار عن ضريبة المبيعات نذهب إلى الصحيفة المحلية الرابعة والأخيرة وهي صحيفة الزمان حيث فيها طالعتنا يعزو تلك إطلاق المستحقات إلى إجراءات تحويل العملة و أيضا تأخر رواتب حزيران و حزيران يثير امتعاض الموظفين و متقاعدون يحذرون من المماطلة هذا ما جاء في صحيفة الزمان و أيضا من ضمن العناوين الأخرى الصحة تشخيص 2415 إصابة جديدة و ارتفاعا بنسبة الشفاء اليومي و الكاظمي سنعزز إجراءات مواجهة كورونا بخبرات علمية الانواع موجة حر شديدة بدءا من الجمعة المقبلة الولايات المتحدة تشتري مخزون عقار يعالج كورونا و علاوي يدعو إلى تشكيل وطني يضب المتظاهرين والنقابات والاتحادات آخر الأخبار والعناوين في صحيفة الزمان محلل سياسي بثاق انبثاق تحالفات جديدة خطوة لمجابهة التحديات و شاهدين هذا أهم بالأخبار والعناوين التي طالعتنا فيها الصحف المحلية نذهب إلى فاصل و من ثم إلى الصحف العربية و العالمية و لعنا الأهرام بهذا الخبر هرام المصرية و منها السعودية تسجل إصابة أكثر من 3400 جديدة بفيروس كورونا و 49 حالة وفاة تابع التفاصيل أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الأربعات تسجل 49 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1698 حالة و شارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الاليكتروني إلى تسجيل أكثر من 3400 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 194.225 حالة و لفتت إلى تسجيل 1994 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 132.760 شخص من الأهرام مشاهدين أنتقل إلى الدستور الأردنية حيث طالعتنا بهذا العنوان بوتين يصرح العقوبات الأمريكية على سوريا غير قانونية وتزيد المشاكل نتابع تفاصيل هذا الخبر أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الأمريكية على سوريا غير قانونية وتزيد المشاكل وتقوض اقتصاد سوريا وقال بوتين في بثنا على التلفزيون الإيراني العقوبات التي تتجاوز الأمم المتحدة تزيد من المشاكل وهي غير مشروعة أيضا نظرا للضغوطات التي تفرضها العقوبات على هذا البلد أي سوريا ونحتاج إلى تركيز الجهود واتخاذ إجراءات لمساعدة البلاد وعقد رؤساء روسيا وإيران وتركيا قمت فيديو حول سوريا أمس الأربعاء كان من المفترض أن يعقد الاجتماع في طهران ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا كما أكد الرئيس الروسي استعداده للمجيء إلى طهران بمجرد أن تسمح الظروف بذلك من الأرض ننتقل إلى الإمارات وفي الاتحاد الإماراتي نقرأ فرنسا تفاقم الوضع الاجتماعي في لبنان ينذر بالعنف حذر وزير الخارجية الفرنسي من أن الصخط الاجتماعي في لبنان يأتي ذلك بينما أكدت قيادات سابقة في مصر في لبنان المركزي أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي بلغت طريقا مزدودا وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام جلسة في البرلمان همس الوضع في لبنان ينذر بالخطر في ظل أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم الآن بفعل مخاطر جائحة فيروس كورونا إلى الكويت ومن صحف الكويت نقرأ في الرأي الكويتية ومنها مصر تعلن تزيل أكثر من ألف وخمسمائة إصابة جديدة بكورونا وواحد وثمانين حالة وفاة نتابع أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر يوم أمس الاربيع تزيل أكثر من ألف وخمسمائة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا عن ألف وخمسمائة وسبعة وخمسين حالة أمس إضافة إلى واحد وثمانين حالة وفاة وهو نفس عدد الوفيات المسجل يوم الثلاثة وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تزيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس الاربعاء بلغ تسعة وستين ألف وثمانمائة وأربعة عشر حالة من ضمنهم ألف وثمانية عشر ألف وثمانمائة وواحد وثمانين حالة تم شفاؤها وثلاثة ألاف وأربعة وثلاثين حالة وفاة وأضاف مجاهد أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول في شأن تفشي الفيروس وسبلي مواجهته نترك مشاهدين الأخبار والعناوين العربية والانتقلين العالمية وفيها من صحيفة الأندمنت نطالع الفاتيكان يصرح لجراءات الأحادية يمكن أن تعرض السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر نتابع التفاصيل التقى الرجل الثاني في الفاتيكان وزير الخارجية القاردينال بيترو بارولين بسفيري الولايات المتحدة وإسرائيل للتعبير عن قلق الكرسي الرسولي بشأن إجراءات الأحادية الجانب المحتملة والتي يمكن أن تعرض أن تعرض للخطر البحث عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وقال بيان للفاتيكان الكرسي الرسولي يكرر التأكيد على أن دولة إسرائيل ودولة فلسطين لهم الحق في الوجود والعيش بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليا حصل ما جاء في الاندبندنت نذهب إلى واشنطن بوس ومن هذه الصحيفة نقرأ ترامب يعلن دعمه لإطلاق المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد نتابع قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أنه يؤيد إطلاق المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد في الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد الخروج من دهرة الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد وقال ترامب أنه يريد التأكد من أن فوائد إجراءات التحفيز ستشجع على العودة إلى الأعمال مشيرا إلى أن تمديد فترة صرف يعانة البطالة دفع العمال إلى البقاء في منازلهم وأضافه يجب أن تتم العملية بطريقة مناسبة ونحن ندرس الأمر وأنا متأكد من تواصلنا إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز الجديدة أيضا من ضمن الصحف العالمية مشاهدين نقرأ في صحيفتي الديلمير ومنها بوتين يفوز في استفتاء على تمديد حكمه حتى عام 2036 نتابع فاز رئيس روسي فلاديمير بوتين في استفتاء سيمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2036 وذلك بنحو 78% من الوصوات بعد فرز 90% من بطاقات التصويت يشار إلى أن بوتين البالغ من العمر 67 عاما في السلطة بصفة رئيس البلاد ورئيس الوزراء منذ عقدين وحاليا أكثر زعيم روسي أو سوفيتي يمكث في السلطة منذ جوزف استالين ويهدف الاستفتاء إلى إقرار حزمة من التعديلات التي من شأنها أن تمكن بوتين من الترشح ليعادة انتخابه مرتين وقد يضل في السلطة إلى أن يبلغ من العمر 83 عاما الختام مشاهدين في العالمية من صحيفة ذاتيليغراف ومنها الحكومة الإيطالية تدرس خفض ضريبة القيمة المضافة لمساعدة الاقتصاد نتابع التفاصيل قال رئيس وزراء إيطاليا جوزبي كونتي أمام البرلمان لإيطاليا أمس الأربعاء أن الحكومة لم تتخذ قرارها بشأن خفض ضريبة القيمة المضافة لمساعدة الاقتصاد الإيطالي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وأنها تدرس الخيارات المختلفة المطروحة وكان مجلس النواب الألماني قد وافق في الأسبوع الماضي على خفض مؤقت لضريبة القيمة المضافة كجزء من خطة تخفيض تداعيات جائحة كورونا وقال كونتي أنه من بين الأهداف الرئيسية للحكومة زيادة الاعتماد على أنظمة الدفع الألكتروني مثل بطاقة الاعتماد والاقتراض كوسيلة للحد من التهريب الضريبي مشاهدين هذا ما يسمح به وقت السعودية وأيضا البرامج وهناك برامج متعددة دمتوا في أمار الله والملتقى في الأسبوع المقبل إذا كان في العمر بقية هكذا طلعناكم بأهم ما جاء في الأخبار المحلية والعربية والعالمية دمتوا في أمار الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته